أقبل إلى روض الهدى واخسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحاديث يبث علماً مسنادا أقبل إلى روض الهدى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا ثم ما بعد مشاهدين الكرام حياكم الله وبياكم وجعل الجنة متوانا وتعاكم لقاء يتجدد وبالخير يمتد مع فضيلة الشيخ أبو سحاق الحوين حياكم الله شيخنا بارك الله فيك بارك الله فيك ورفع الله وقدرك في الدارين شيخنا الفاضل توقفنا في الحلقة الماضية عند طرف من تجربة فضيلتك الدعوية والتي يمكن أن نصلع عليها أنها محنة والتي كان فيها نوع من الصدامة وإن لم يكن من طرفك مع الأجهزة الأمنية التي كانت أرادت أن تسلط الضوء أو أن تقف لتعرف منهجك الفكري والأمور المثل هذه فكان ذكرت فضيلتك اللقاءات التي تمت معهم ومنها زيارتهم والسلابهم لبعض الكتب من مكتباتك وكان في طيات الكلام الذي ذكر ممارستك للدعوة للشباب اللي كانوا موجودين هنا في كفر الشيخ وفي أنحاء كفر الشيخ سواء كانت القرى أو النجوع المجاورة لها التي كنت تزورها أو تمكث فيها لإلقاء الدروس هذه التجربة أكيد حفرت في ذاكرة فضيلتك علامة لا يمكن أن تزول بما فيها من صواب وقطعا من خطأ داعية مبتدئ أول مرة يمارس التجربة مع أهله سواء كانت الأخطاء من طرفه أو من طرف الطلبة سميناهم طلبة أو سميناهم مريدين أو سميناهم محبين أي أن كانت تسمية لكن في النهاية هم يتلقون العلم ويذهبون ليطبقوه فيحدث صدام بينهم وبين الناس أعتقد أن هذه إذا عدنا بالذاكرة ستكون هناك موفور كبير في ذاكرة فضيلتك عن هذه المرحلة تحديدا أينه؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى أهل الأصحاب أجمعين طبعا لا شك في ذلك كما ذكرت أن نحن في فورة الشباب ولم يكن لنا من يعلمنا كيف نتعامل مع الناس كانت لنا أخطاء وأنا صرحت بهذه الأخطاء في مرات كثيرة في محاضراتي ودروسي حتى تعلم شبابنا كيف يوصلون الدعوة إلى الناس لأن نبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رجلا شك إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن فلانا أنه لا يصلي خلف فلان لما يطيل أنني لا أدرك الصلاة مما يطيل بنا فلان فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا في هذه المرة وقال أيها الناس إن منكم منفرين طبعا أنا لفت نظر في الحديث يقول أنا لا أدرك الصلاة مما يطيل بنا فلان فأقلت طب الزايد المفروض هو كلما أطال تكون الفرصة أكثر للذي يتأخر أن يدرك الصلاة فكيف لا يدرك مع هذه الإطالة فعلمت طبعا فيما بعد من ملابسة للناس أن الرجل الذي يتأخر عن الصلاة لا يريد أن يقف طويلا فيقوم يقدر بينه وبين نفسه أنه سينهي الراكعة الأولى والتانية في حدود الوقت الفلان فتطيش معه لهذه الاحتمالات فيذهب فيدرك مثلا السجدة الأخيرة يعني لأن الذي يطيل عادة لا يطيل في كل مرة نفس الإطالة فممكن يعني يطيل مرة توسط مرة يقصر مرة فقد يعني يقصر في مرة بمرات الرديل يذهب إلى الصلاة يظنه يطيل فيها وإذا بالصلاة قد انتهت اللي هو اعتاد أن يصطاد وقتا للرقود بالضبط يعني يدرك ركعة واحدة وكمل بيت الصلاة وكده مسبوخ فقال أيها الناس أيها الناس إن منكم منفرين لا شك أننا كنا في البداية بسبب حماستنا الشديدة واكتشافنا هذه السنة الغراء وأن الجو الصوفي هو اللي كان مع الشش في الأرياف آنذاك وأن الذين رأيناهم بلحة بيضاء أو هؤلاء كانوا من الصوفية وطبعا كان لهم يعني وجدانيات كثيرة مع الناس فأحبوهم نعم وبالتالي أخذوا عنهم دينهم فكل من يجن غير يلجبوا دين جديد ويقفون لنا بالمرصد لم نكن أو أنا أتكلم عن نفسي يعني لم أكن أدرك يعني أن الكبير يمغى أن يعامل معاملة خاصة من الصغير حتى لو كان جاهلا أنا علمت أن هذا هو الحق وهذه السنة أقاتل دونها ولا تفاصل في دينك لا أفاصل فيه أنا كنت أعتقد أن ذاك وطبعا هذا كل سبب الجهل بعلم الأصول كنت أعتقد أن ذاك أن الذي أقراهه لابد أن ينفذ وما كنت شعر حيث ما واجه ولا مستحب ولا مباح ولا الكلام وعلى وجود موجهة أيضا طبعا أنا أقول لك بنكتهد أحببنا ديننا زيما أتلك قبل ذلك الشيخ عبد الحميد كشكة رحمة الله علي فجر عندنا ينبع الحب لهذا الدين واستفدنا منه في أشياء كثيرة وكنا بننقل حتى الأحاديث الموضوع بننقلها برضو كما هي ونقولها فلما حملنا هذه الدعوة واكتشفناها واكتشفنا السنة وحبينا أن إحنا نكون يعني مش أقول لك النذير العريان هدى لا يعني هداتا لقومنا وشفنا أن أولى من ينبغي أن نبث فيهم هذا هذه الدعوة وهذا العلم هم أهلنا فكتنا طبعا بيعتبالي طالب جامعي ولما كنت في الأجازة الصيفية كنت يقدموني أصلي لهم وفينا السؤال كان صوتي كويس جميلة يعني فكان يحب يصلي وراي ففي يوم الأيام اتفخت أنا ومجموعة من الصبيان ما هو كان أنا كنت في الجامعة وكنت بعلم مين طلبت أعدادي أو أعدادي أعدادي والثنو خمسة أبتدائي ولا أبتدائي ستة أبتدائي وأعدادي وكانت سنة أليلة يعني مش كتير أصحاب جابر ينهض به بالضبط كده ينهض بنهضة الجابر دي بالضبط فلقينا الناس في المغرب المغرب غريب إحناboard ينصل السنة وانا قراءته في كتاب الشيخ الألباني الصلاة قبل المغرب بسنة صليوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لم يمين شاء أنا بصراحة ماشوفتش لمينشاء دي وقد بلق يعني فأقلت طب ازاي اللي ما صليش لابد أن نحي سنة الصلاة قبل المغرب كان في طالب فول أعدادي ولي بيدن وأنا كنت الإمام اتفقت معه قلت له انت تدن وجنب باب الجامع اللي انت بتدن عليته من الدارك والله يقول له داخل فيه ركاتين فيه الصلاة من سنة المغرب وأنا وقف في القبلة أقوم أنا كمان إيه لا إله إلا راحة ما كنتش بقوله الدعاء الدعاء الأذان اللي بعد الأذان ليه حيقوله أخي من الصلاة فأنا عشان ما ممكنهمش إنه ما كده كنت بصلي عنه مرة واثنين والكلام ده قاعدين الناس بينفخوا متضجرين والكلام ده وقاعدين لما زادت قوي وكل مغرب لازم نصلي ونبيه علينا ونعاند فيهم لازم السنة المغرب ويشتمون ويتكلموا كلام من خارج وحاجة زي كده فحتى ظللت حوالي أكتر من سنة نتشتم وكل ما نتشتم كبرانا معنا قوي الجهاد بقى في سبيل الله والأذى في سبيل الله سبحانه وتعالى وإحياء السنة لا يكون إلا بالجهاد والتعب والشتيمة والكام فكنا مستمتعين جدا من وسائل الشتيمة ولما الشباب الصغير ده يزعل ولا حاجة أصبرهم وقولهم النبي صلى الله عليه وسلم كم أوذيه ولما ذهب إلى الطائف عملوا في إيه ولما كده ولما يطبق عليهم الأخشابين الأحاديث المعروفة دي فيقول الشباب إيه يعني يتحمس شوية ويطول نفسه في مقاومة القوم تعالى لك زي وكنا بنعتبرهم زي كفار قريش مش ما بنكفرهم بس إيه زي ما كانوا عقب في سبيل الدعوة نقول هكذا الحق دائما غريب والآخر اللي فك القصة اللي عندي دي كده إزاز العطر ورد لما بقى نحضر للشيوخ وفي المساجد وكان يما يبقى الشيخ الغزالي رحمة الله عليه والشيخ حافظ سلامة والشيخ المطيعي والشيخ صراحة إسماعيل والشيخ جيمي الغازي والشيخ عبد الرشيد صخر كان في مزجل صراحة الدين في المنيل ومجموعة يعني من من الدعاوة المربين آه المربين الذين هم قاموا في هذا الوقت دور المربين فكنا نسمع إليهم والحقيقة استفدنا منهم جميعا رحمة الله على من مات منهم وبارك الله في حياة شيخ حافظ سلام اللي هنا هو الوحيد الباقي اللي عايش منه أو الشيخ أحمد محلاو نعم أيضا رحمة ربنا سبحانه وتعالى يطيل عمره في الخير هما دول الاثنين العاشين من الجيل اللي احنا كنا دائما الذي كان بالنسبة لكم هو الجيل الذهبي بالضبط كل واحد منهم كان عمر دعوته عمر دعوته على الأقل 25 أو 30 سنة نعم بالضبط بالضبط فالحقيقة يعني تلقينا منهم عدابا وإلى آخر ووعدين لما رجعت إلى البلد في أجازة من الأجازات أظن كانت في سنة آآ تانية كلية تقريبا وعرفت بقى أني الدعوة بالحسنة وإلى آخر واشتريت الزاعة أظن عشر سالة كنت في إسبانيا عشر سالة لا سنة ثالثة كنت في إسبانيا نعم فجبت الزاعة لأيت رديو الوالدي طبعا تعرف كان ريحته جميلة جدا وفي الفلاحين بالذات تحط عطر كاملة مسألة غير معهودة فكت أدخل للمسجد ولما أقف قبل ما صلي أعود أعطرهم كلهم مقفر حنين بالعطر وكده وبقت إيه الدنيا كويسية حتى أنني في يوم الأيام لما رحت أصلي العصر في يوم الأيام وكانوا تعودوا بقى كل ما يعني يقفوا في الصلاة يعملوا كده الاتنين يميد إيه دوهم الاتنين ليه بقى أجيبهم أعطرهم من أول الصف في الآخر فانسيت الإزازة العطر ديه في يوم الأيام رجعت من إيه رجعت من الطريق عشان أجيبها عشان أجيبها وأول ما أستقيم رحمكم الله يوم إيه زي الشحتين كده فردين إيديهم الاتنين أعطرهم كده وكان حتى في بعض خالاتي رحمة الله تبعت ابنها الصغير حاليا كان في خمسة تدائي أو أقل لازم ييجي يصلي عشان يتعطر وتشمي إيده كده فتفكت الأزمة بينه بين الناس بإزازة العطر ديه وقت لك أنا استفدت كثيرا جدا أن أنا تعلمت في الناس نعم كنت بقرأ في السنة صحية ولكن كتبي لم تكن يعني كثيرة وكبيرة وما كنتش بلاء فيها التجارب التي وجدتها في الكتب بعد ذلك عندما جعلت أبحث في حياة الصحابة وحياة التابعين والعلماء في سير النبلاء وغيره ولكلم ده وقبل سير النبلاء في حلية الأولياء الأمين العين الأصبهاني وصفة الصفوة لابن الجوزي رحمة الله على الجميع فلكن أكبر أكبر معلم هو الحياة نعم المدرسة الكتب استفدت منه العلم والحياة استفدت منه الترمية استفدت منه في ضرب الأمثلة لكن الحقيقة الناس استفدت منه كثيرا هم المدرسة الأخصى نعم هم المدرسة الأخصى بالضبط كده وبعدين ما تنساش برضو أننا في الأرياف قديما كان في منظومة أخلاقية يعني كان برضو احترام الكبير والخجل والحياة والكام ده كل ده كان عندنا كانش بقى المجاحة الموجودة للنهاردة ولا التعليم الإلحاد وتعليم الانحراف وأصبح له أصول من الأصول والكلم ده كانش هذا موجود الحقيقة وإن كان موجود بيكون مستهجن ومرفوض جدا لكن بكل أسف القاعدة الإعلامية المعروفة ما تكرر تكرر يعني الشيء ممكن ترافل أول تشمئز منه أول ما وبعدين فجأة تبسطيك ماشي قدامك كنت لا تمكن بل قد يعني ونسأل الله العافية لنا ولسائل المسلمين قد ينتكس المر بعدما كان ينكره وصار استمرئه صحيح وذكرنا مثلا قبل في حلقة ماضية لأحد المشايخين اللي كان ملازم للشيخ الألباني ثم ينتكس على عقبين صلى الله عليه وسلم نعم الله مستهد ما نراه الآن أيضا شيخنا وهذا فيه يدخل في نفس الباب باب الأدب وباب التربية وغيره أنه التي تسمى تغريدات وهي نعاقات التغريد اللي هي على تويتر هي هو نعاق وله اسم تاني التنيطر هذا الاسم الأشهر طبعا هو الفوسبوك فما نرى على التنيطر من أمر يصل إلى حد الإلحاد وقبل أيام في أحد بلاد المسلمين كاتب اجترأ على الله عز وجل في إحدى رواياته وتكلم كلاما لا يليقوا بحال من الأحوال حتى لا نعيد لا نعيد كلامه الذي تكلام فيه على الذات الإلهية ثم سجن هذا الرجل وبعدين الدعوات المطالبة بالحريات وحقوق الحيوان وغيرها من المطالبات أفرج عن هذا الرجل وفقا لهذه الحقوق وهذا الكلام قريب جدا يعني الإفراج كان اليوم أو البارحة هؤلاء تفضلت قبل قليل وقلت أنها كانت الدعوات غير موجودة لأن الجرأة كانت كبيرة منظومة أدب منظومة أخلاق منظومة حشمة للذات الإلهية وحشمة للدين بشكل عام الآن هذه للأسف فقدت فقدت كثيرا خديما وكما قلت المنظومة الأخلاقية ساعدتنا كثيرا وطلعين من صورة من صلي يعني ما فيش حاجة اسمها واحد ما صليش في الأرياف في ذلك الزمان مع أن الأباء خديما أباءنا ما كانوا يأخذوننا المساجد سيبيننا كده دلوقتي أنت ممكن تلاقي كثير الحمد لله من الشباب وأخذ ابنه خضة الجمعة لا ما كانش عندنا هذا الكلام لكن أقصى المنظومة الأخلاقية أنا أفتكر أنا زمان لما كنا بناذهب للغيط ونيجي بآخر نهار الحمار بقوا محمد برسيم حوالي متر ونصف والحمار ومركبك عليه اللي جاي من الأرض بعيدة ومركبك عليه كان من العيب عندنا أنك أنت تمشي داخل على البلد وانت راكب ليه؟ أباءك وأعمامك وجيرانك وقاعدين على المساطب اللي كان ده في فترة مغربية كل الناس بيرجعوا البهائم بتاعتهم والزرائب والأخيره والكل راجع عشان الليل دخل يعني فحتية أنك أنت تبقى راكب الحمار مثلا وداكر وفي ناس أكبر منك قاعدين على المساطب كان عيبا حتى فلما يكون واحد زي حالتي والعدادي ولا بتاع وراكب على الحمار وبرسيم وبتاع وعالي يعني عشان ينزل لابد أن يخفز مش أقل من 2 متر أو يعتذر وانت ماشي دستور 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 وانت ماشي برغم من إيه يعني قول عدادي مثلا أو كده لكن لابد أن أقول هذا ليه؟ عيب وممكن أن هم يقولوا شوف أليه الأدب ما عدي حتى مالش دستور تمام؟ ليه؟ عيب منك تعدي لأكل ومنظومة العيب أكملت منظومة الدين طبعا بالضبط كده لأن العيب مأخوذ من ثقافة الجيل والثقافة في أي بلد من البلدان من ما تنبع من الدين عادة يعني إحنا مثلا لما الولد الصغير إحنا عندنا كده ما تلاقيش حد يقول للولد صغير يروح إضرب عمك يا ولد تمام؟ ما فيش حد يقوله عندنا لا بل العكس لو راح ضرب عمه عيب إزاي تضرب عمك؟ روح بوسو مثلا أو روح أقول له أنا أسفي عمه وأخذ بالك ده لنبع من ديننا توقير الكبير نعم فالثقافة الثقافة وده مما بتلين به في ديارنا أن الذين ملكوا وزارة الثقافة مما تربوا في الغرب فلا عندوش فكرة ومتصور أن فيه انفصال ما بين الثقافة والدين لا ثقافة كل بلد هي نبعة من دين البلد مش لازم أقول آية ولا أقول حديث عشان أقول دين ثقافة لكن المنظومة الأخلاقية كلها التي تمع من الدين عادة هي الثقافة فثقافة الجيني آنذاك كلها كانت كده لكن أنت تدخل تصلي فأنا أحيز أقول وإن كنا إشارتنا قليلا عن هذا الأمر الترفق بالذات في الريف بالذات في الريف ناس لا يقبلون ما زالت حتة الكبير عندهم والأنفة والأنفة بالضبط كده ما زالت موجود فينبغي على من يتصدى للدعوة أن يراعي هؤلاء الناس وأن يكون محتملاً للأذى العصبي والأخلاقه ضيقة كما يقال أرجوه أن يترك الدعوة لإفساده يكون أكثر سيضر الدعوة أكثر أو أخذ بالك يعني مثلاً إحنا أذكر أنا لما قرأنا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من شيخ الألماني جلتة الصراحة جلتة الصراحة دي عملت مواقف مضحكة طبعاً جلتة الصراحة تكون كما في حديث مالك بن حوارث في البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وطر من صلاته لا يقوم حتى يستوي قاعداً فهو الوطر في الصلاة الركعة الأولى والثالثة لأن بعد الركعة الثانية فيه تشاهد طبيعي أنت جالس وبعد الركعة الرابعة والثالثة أنت بتسلم بعد الركعة الثانية فيه تشاهد وبعد الركعة الثالثة والربعة تشاهد فأنت بعد ما تركع الركعة الأولى قبل أن تقوم من السجدة لتقف بتجلس جالسة في حدود كم السواني خفيفة جدا وبعدين تقوم فطبعا أنت عارف الإنسان بيسرح في صلاته ويسرح واللي بيخليه أمه يوقف الإمام حتى لو أنا سرحان في صلاته مش عارف أنه في الركعة الكام فطبعا بعد الركعة الأولى أنا بصلي مثلا في النص وحد يصلي إمام بي بصلي في الصف فهم رافع وقعد اللي جنبي وقف وفجأة يلين قعد يوم قعد وفجأة لأنا وقفت يوم واقف طبعا كل ده بحركة عصبية أنا طبعا من المسابة الترتيبية الدماغي ودي بحركة عصبية فبعد ما تنتهي الصلاة خناء أنتو بتلعبوا بينا أنتو مش عارفين تعود وده أنت فاكر نفسك مش عارفين تمام أترجعك تصراح إطلاقا مثلا شيخ الألباني كان مثلا تحريك الإصبع كنت أنا بحركها غلط يعني كنت تحريك الإصبع كنت أعمل كده في تحريك الإصبع لأحد ما الشيخ الألباني لا مكنتش بحلق قوي لكن كنت بعمل كده أحد ما الشيخ الألباني أعرفني خطأ للمسابة وقال لي التحريك لا يكون إلا هكذا فطول ما أنا بعمل كده والجانب يعمل إيه كده يعمل كده بعدين قال لي أنت طول الصابتون تردود كأن فيه دود أعمال عملوا كده أنت طول الصابتون تردود وأخذوها مقلاتة إيه الجماعة اللي بنتردود في الصلاة إيه الجماعة كده وأنا في كل هذا مصر على أن أنا لابد أن أصر متشبث برأييه فكان ما في الطرد مثلاً لو عندي إدراك أنا ذاك أو تعلمت أصر الدعوة وكده كان ينبغي أن أعلم هؤلاء الناس على الأقل قبل أن أفاجئهم بهذا نعم فهذا مما تعلمناه ينبغي للشباب اللي هو المندفع المتحمس في الدعوة أنه يرأي هذا جميل جداً يا شيخنا إذن لعل هذا أيضاً أنت حضرتك يعني شرحته وشرحت معه لاحقاً كلمة شيخ السلام تيمي المستحب تركه المستحب والإضافة القيد أحياناً أحياناً تأليفاً للقلوب نعم في كلمة أتمنى أن نقف عندها ونقف عندها بشكل جيد وأعتقد أنها تعيدنا مرة أخرى لمسألة المكتبة أو للمؤلفات كلمة ثقافة أنت ذكرتها أكثر من مرة كلمة الثقافة هذه وقلت أن الثقافة ارتبطت بالدين ثقافة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثقافة السنة هذا المصطلح الذي يحتاج إلى وقفة ما معنى كلمة ثقافة السنة وكيف يمكن أن تكون السنة أو أن يكون هذا مفهوم مرتبط بالثقافة ويعتبر بعد ذلك منحج منحج حياة أو نمط الدعوة أتمنى أن نقف عندها ذلك شيخنا ولكن يكون هذا بداية حلقة قادمة بإذن الله جزئة الجنشان الحبيب رفع الله وقدرك في الداري أحبتنا في اللاوة بهذا يكون مركونا قد وصل إلى مرساه في أمسية هذه الليلة على أمل لقائبكم دائما على الخير والطاعة نقول لكم كما اعتدنا دمتم في طاعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته أقبل إلى روض الهدى واخسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحاديث يبث علماً مسناداً أقبل إلى روض الهدى اقبل إلى روض الهدى ورحمة الله اشتركوا في القناة